المنتخب السنغالي يخسر اتنين سفر من التواحين بعد مقدموا ممتاز جدا وكانوا هما الافضل في المباراة بس خبرة لعيبها الهولندية قدرت ان هي يتخليهم يحققوا التلات نقاط ويحققوا الفوز قدام السنغالي فهمتساش تعمل لايك وكمنت ويلا بينخش في التفاصيل الطواحين بيدوروا في الوقت المناسب في الماتش. سالطواحين قدموا ماتش سيء جدا لعبوا ماتش وحش جدا استنغال سيطرت استنغال هي اللي عملت الفرص اكتر استنغال هي اللي عملت كل حاجة في الماتش وهولندا ما جاتش الماتش خالص بس هولندا قدرت انها تفوق في اخر عشر دقيق وده اللي خلاهم يحققوا الهدفين ويحققوا الهدف بتاعهم اللي هو التلات نقاط في مباراة مهمة جدا 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 في الدور المجموعات. قطة الوحيدة اللي كانت حلوة في منتخب استنغال النهاردة هو كلبالي. كلبالي كان العادة بيقدم مستوئة ممتازة. والنهاردة فعلا كلبالي قدر انه هو ينقذ المرمة كذا مرة وانقذ مندي من كذا كرة خطيرة. كلبالي النهاردة اللي كان بيعمل هاي بريشر كتير جدا كمنا منشوفه كتير جدا انه هو يوصل مغاية النص ويحاول يضغط على العليمة الهولندا علشان ما يدرهمش الفرصة او يديهم القابلية اللي تخليهم يلعبوا وياخدوا لعبهم بالراحة. وده فعلا لازم كلبالي فعلا نشد بمستوى كلبالي الممتاز من غيره وكان السنغال النهاردة ممكن تخسر باركام كتير جدا. فمن اول نص الملعب لحد الهجوم السنغال كانوا ضيعين. ولا قدروا يخلصوا من الكور ولا قدروا يبصوا كور عيدلة ولا قدروا يدوا فرص للهجوم والونجات انه هو تخليهم يجروا ويلعبوا في المساحة الورى الدفاع اللي كان متقدمها هولندا. انت هولندا كانوا بيلعبوا بتلاتة وراء وعندك البكات حرفين طيرين على الونجات فانت عندك تلاتة بس نص الملعب ولا قدر ان هو يعمل فرص للعيبة في الهجوم ان هو يلعب كور من وراء خط الدفاع ولا حتى قدر ان هو يبقى قوي بدنيا قوي دفاعيا ان يقدر ياخدوا الكور من مسلا واحد زي ديونج يعني ديونج النهاردة كان واخد راحته في نص الملعب. اي نعم ديونج عمل غلطات كتير بس الديونج كان واخد راحته تماما في نص الملعب وقدر يلعب كور وقدر يباصي كور وقدر يلعب كور من وراء خط الدفاع واولها كانت كرة الجون كرة الجون اللي جات لهولندا برضو كان الواحده في نص الملعب محدش بيضغط عليه وقدر ان هو يلعب الكورة من وراء خط الدفاع مغاد ما شاجه عارف يجيب الهدف. نيجي لهولندا هولندا النهاردة الحارس نوبرت اللي قدم مستويات ممتازة قدر يصد كم كورة قوية جدا وفعلا انقذ هولندا من كزا فرصة مؤكدة. وبرضو واكي لعب وماتش ممتاز جدا. علي بس نقطة ان دي لغت دي لغت لعب ماتش سيء جدا جدا جدا. دي لغت لعب ماتش وحش بطريقة غير طبيعية. اخد انذار حرفان خسر كل الكار الوان في وان بس اكي وفندايك فعلا فعلا انقاذوا النهاردة هولندا بطريقة غير طبيعية. والاتنين دول عاملين صنائي رهيب جدا. وفعلا الاتنين دول قادرين انهم ما ياخدوا هولندا ينقلوها حتة تانية خالص في كاس العالم. نيجي له نص الملعب بتاع هولندا. هو تقيبا نص الملعب النهاردة بتاع هولندا بكاتش فيه غير ديونج. فانت برجويس وعندك التانيين كانوا الاتنين بيلعب على الوينجات وديونج الوحيد اللي كان الوحده. وحتى برجويس كان بيجي جنب جاجبه كتير جدا. وديونج هو الوحيد اللي كان بيفضل في نص الملعب. والوحيد اللي كان بيغطي كل المساحة بتاعت نص الملعب. فديونج النهاردة قدم مستويات برضو حلوة. عمل نسبة تامريالات صحة بنسبة خمسة وتامنين في المية. وعمل صناعة فرص مرتين. واحدة منها جات جون. واحدة كمان ضعت. وضيع هو فرصة. غريبة جدا جات له فرصة في الشوت الاول. كان هو استنى عالكورة بعدها رقص وهو جهي رقص الكورة جريت من رجله وضعت. وكان عنده الفرصة ان هو يسجل الهدف لهولندا. بس ضيح. بس عموما ديونج لعب ماتش ممتاز لعب ماتش دفعيا وهجميا كمان. وبرضو هو كان مغطي نص الملعب الوحده. الهيتماب بتاعته حاوله حطها لكم. كلها في نص الملعب. وكلها ولا يهاجب ولا يدافع. فانا معرفش ايه دور ديونج في المنتخب نفسه ودوره في الملعب ايه? بس هو النهاردة ده قدم ماتش اكيد ماتش ممتاز. اما في الهجوم هو تقيبا ما فيش جديد بيتقال. فهو الهجوم هولندي لسه هجوم عقيم جدا. فهو ما فيش غير جاجبه النهاردة اللي قدر يسجل الهدف الاول بعد تمريرة سحرية من ديونج. اما باقي الهجوم ضايعين جدا. حتى ما نزل ما قدمش الفرق الشاسع. بس اكيد وجود منفس في الحداشر اكيد اكيد هيبقى اهم بكتير من تقريبا العهات اللي كانت بتالها من النهاردة. هو الماتش مفهوش حاجات كتيرة تتحكي بصراحة. الماتش كان خنيق. الماتش كان ريخم. انا اشتوقت الاول كنتبقانا في نصه تقريبا. ماتش ريخم جدا. ريزل ماتش بس فاق في اخر من اول دقيقة تلاتة وتمانين بغاية دقيقة تسعين هو اللي حصل شوية حاجات والماتش ولع. بس ومنتخب هولندا حقق التلات نقاط وبقى هو في الاصبح المركز الاول. اول اللي قدر برضو هي اصبحت التلات نقاط. وده برضو بسجل هدفين وده سجل هدفين فهما تمال الاتنين يعني زي بعض. والسنغال وقطر صفر نقاط هما الاتنين برضو مركز الرابع ومركز التالت والرابع. فهولندا قدامها الماتش اللي جاي قدام كطر. وهولندا كل اللي هي تحتاجه بس انها تحقق التلات نقاط قدام كطر علشان يؤهلها رسميا للدور ستاشر. وهولندا تطلع للدور ستاشر. وهنشوف مين هيمشي وراه هولندا. فالكوادور اللي حققت التلات نقاط قدام كطر مبارح. برضو اكيد مرشحة بعد ناطع عن هي معها تلات نقاط والسنغال لسه سفر نقاط. لو قدرت الكوادور بس انها تخطف نقطة من السنغال في الماتش اللي جاي. فده هيكون كفيل جدا ان الليكوادور تطلع وراه هولندا للدور ستاشر. برضو الماتشات اللي كانت عندنا النهاردة فهو اولها كان ماتش انجلترا وايران انجلترا لقدرت يفوز على ايران ستة اتنين. بعد ما سجل بيلنج هام والساكا سجل هدفين وستلينج سجل وجريليتش سجل هو كمان. وده كان كفيل جدا ليخلي انجلترا تقوم من التلات نقاط لها. وايران سجلت هدفين عن طريق ترامي. هدف جهة في الاول خالص بعد خطأ فضيعة جدا من الدفاع الانجليزي. والهدف التاني من ضرب الجزاء في اخر دقيقة المباراة. وانجلترا حققت التلات نقاط. وبدأت تحط رجل ونص للدور ستاشر وان هي تتأهل. طبعا مع انتظار ده تيجد ماتش النهاردة هو امريكا. بس ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة. قلنا بسرعة نتكلم سريعا على ماتش هولندا وماتش ماتش ما حصلش فيه حاجات كتير. اللي فوت الماتش يعني ما يتفرجش عليه. ماتش كان ريخم برضو ما كانش فيه اي حاجة ممتعة. هو كان اخر عشر دقايق بس هو اللي كان فيه شوية يعني حماس في الماتشو اكشن. متخب السنغال اللعب حلو بس كان عادة زي ما انتم معارفين افريكيا متخبات العربية دايما بيلعبوا حلو دايما بيعملوا حلو بس في الاخر بيخسروا ماتش مصر الرجوي في الفين وتمنتاشر يشهد وماتشات المغرب برضو تشهد. مفيش جديد يتقال في صراحة في الموضوع ده. متخبات العربية والافريقية فقرية جدا في البطولة دي. بس طبعا تحية طبعا للمتخب السنغالي وان هو قدر يقدم ماتش حلو. طبعا غياب مانية طبعا اثر معهم جدا. فرق جدا في الفرقة. بس لسه منتخب السنغال عنده فرصة ان هو يتأهل الدور القادم. لازم يفوز على الماتشين اللي جايين. لازم يكسب الليكوادور ولازم يكسب قطر. ويستنى بقى ان شاء الله بقى يعني يحاول يشوف اي تعصر من الليكوادور. والده طبعا هيكون كافية ليه برضو وهيتأهل تصنيف تاني من المجموعة ويطلع للدور الستاشر. اي نعم هيقابل فرقة قوية لما يتأهل. بس اكيد هيبقى ارحم بكتير ان هو يخرج من دور المجموعات او حتى ممكن يخرج حسر. بس دي كانت نهاية حلقاتنا النهاردة فامتنساش تعمل لايك وكممنت سبسكرايب. وشغل جرس التنبيهات. عندنا فيديوهات جاية كتير جدا. تغطيات كتير جدا للماتشات كبيرة في كأس العالم. والماتشات الصغيرة دي بنعمل لها كده فيديوهات برضو فتابعها برضو. في كزا فيديو نزلته. بس واشوكم في الوزهات اللي جاية. سلام. اشتركوا في القناة